السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو عن آخر قرارات وزارة التربية فاروق يؤكد بأن التربية مستعدة لامتحانات نصف السنة ومستعدة للحفاظ على أرواح الطلاب من الوباء ولكن بانتظار موافقة الصحة فاروق يقول بأن التربية مستعدة لامتحانات نصف السنة لكن ننتظر الموافقة من الصحة هذا القرار الأول أما القرار الثاني مدير الصحة العامة توصية فرض الحظر الشامل للتجوال بسبب تفشي فيروس كورونا لا تزال قيد الدراسة في اللجنة الاستشارية العليا يعني مدير الصحة دي يقول فرض حظر التجوال دي يناقشون باللجنة الاستشارية العليا ويوم غدا اجتماع مهم للوزارة ولمناقشة الحظر وأهم القرارات يعني إن شاء الله يوم غد الأحد أكو اجتماع مهم يناقشون ببعض القرارات واليوم الإصابات مرتفعة عدد الإصابات 4068 وعدد حالات الشفاء 3883 وعدد حالات الوفاء 11 وكشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اليوم السبت عن زيادة الإصابات بكورونا فيما حدد نسبة الحالات الخطرة وقال التميمي خلال جولة في عدد من الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة الزائرين لاحظ وجود تهاون كبير في تطبيق الإجراءات الصحية وهناك من يرفض ارتداء الكمامة وأكد التميمي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وأولها ارتداء الكمامة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة موجها الفرق الصحية بتوزيع الكمامات عن المواطنين مجانا